موسيقى اهلا بكم اكد المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ ان هناك اتفاق على خطط تحضيرية لوقف اطلاق النار لمدة لا تقل عن 15 يوما ثم تتحول الى هدنة مستدامة وقال ولد الشيخ ان اجتماع رباعية خرج بآلية حقيقية لوقف اطلاق النار وبحث آلية لتفعيل المبادرات التي قامت بها جميع الاطراف للخروج بحل سياسي نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين هل هناك امل حقيقي هذه المرة في وقف الحرب واستئناف المفاوضات وما هي قدرة الاطراف الدولية على رعاية حل سياسي حقيقي تصريحات المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ حول عقد لقاء مرتقب في العاصمة الاردنية عمان للجنة تهديئة والتنسيق من اجل الهدن المفترضة كانت تلافتة خاصة انها اقترنت بمؤشرات اخرى مهمة كان اخرها اجتماع رباعية في الرياض والاتفاق على اجراء جولة جديدة من المفاوضات فهل تغيرات على الارض وترتيبات الوضع الاقليمي قد تعطي زخما هذه المرة لجولة مفاوضات جديدة قد تؤدي لوقف الحرب وما مدى استجابة الامم المتحدة لمطلب الحكومة بتعديل خارطة الطريق وفق المرجعيات الثلاث نبدأ بالنقاش موضوح هذه الحلقة مع ضيفنا مستشار وزير الاعلام الدكتور فيصل العواضي اهلا بك دكتور فيصل مرحبا بك وبالاخوة المشاهدين الكرام دكتور فيصل هل السلام ممكن وقريب؟ لا نريد ان نمنع انفسنا بهذه الامنيات طالما نحن نواجه طرف لا يؤمن بالسلام لا من قريب ولا من بعيد وانا استمعوا الى هذا التقرير وانتم تحدثون تتساءلون عن المتغيرات الدولية ما الذي تغير لكي يعني هل نحن امام طيرات حقيقية تجعلنا نتفاعل ونقول اننا اصبحنا قريبا السلام لكن انا اقول المثال العربي القائل من يقنع الديك ليست المشكلة في الامم المتحدة ولا في الاطراف الدولية ولا في الحكومة الشرعية المشكلة في ذلك الطرف الانقلاب بشقيه الذي يرفض كل عملية سلمية لانها ستكون على حسابه هو ضد السلام لانه جاء لا يحمل اي مشروع عند السلام ولا للبناء ولا للحياة جاء يحمل فكرة يريد فرضها بالقوة وهو يعرف ان الواقع يرفضها وفي ضد اي جراءة سلمية لا يمكن ان تعيش هذه الفكرة هو ان يكون لها مستقبل على الارض لذلك سيظلوا يراوغون ويستغلون كل مبادرة تطرح من اجل اليمنيين من اجل ترتيب صفوفهم ويعادة لملمات اوراقعهم طيب هذا الكلام دائما يكرر وتتحدثون به دائما عندما يطرح موضوع ان تكون هناك هدنة وجهود لعقد تسوية ان الحوثيين والاتباع المخلوع فقط يريدون من كل هذه الهدن ترتيب صفوفهم المجتمع الدولي رعاة العملية السياسية في اليمن اين هم ولماذا لا يكشفوا هذا الغاية التي دائما يحرص عليها الانقلابيون للاستفادة من الهدن الدبلوماسية اليمنية ايضا والدبلوماسية السعودية كانت منشطة في هذا الجانب جدا واستطعنا ان نوصل الهارة بكل وبوح للمجتمع الدولي لكن اليوم نرى في منطق ابن الشيخ انه سيتم تدريب لجنة المراقبة والتهدئة وستكون وكأنه كان ينقصها الجانب التأهيل لكي تكتشف كيف تتم الخروقات نحن في الهدنة الاخيرة لم يكن هناك رهان من قبل الحكومة الشرعية ممثلة في جيشها الوطني او في المقاومة الشعبية او حتى لدى التهالف العربي لم يكنوا يراهنوا كثيرا على مصداقية الانقلابيين ولهذا كان هناك رد ورصد لكل خروقات لكل خرق يقوم به الطرف الآخر والرد عليه صحيح ان الظاهر في تصريحات الرئاسة والحكومة الشرعية انهم لا يراهنوا على الجهود السياسية ولكنهم يفضلوا العملية العسكرية ربما وانها من ستنهي الانقلاب لكن الظاهر حتى الان هذه التصريحات لكن في الخفاء هم يتعاملوا في موضوع الضغوط العسكرية او موضوع الحسم العسكري من باب المناورة مع المجتمع الدولي كان في الايام الماضية هناك حديث ربما عن عملية عسكرية سيشهدها الساحة الغربي لكن من ثم تم التراجع عنها قيل انه ربما هناك صفقة مع المبعوث الامم من قبل الرئاسة أولا يا سيد العزيز الحكومة والرئاسة لا تراوغ أبدا في قضية الشعب والوطن يعني ليست هناك مراوغة نحن واضحون أشد ما يكون الوبوع في التعامل على الطرف الخارجية والطلاف الدولية لأننا ننشد بناء دولة سيكون لها بالمستقبل علاقاتها مع كل الأطلاف الدولية نريد أن يحل الأمن والاستقرار في هذا المكان الاستراتيجي من العالم لهذا ليست هناك أي مواقف للإستهلاك والمناورة بل أن رغبتنا في السلام هي رغبة أكيدة وملحة منذ اليوم الأول للانقلاب وما كانت العمل يعني الدفاع هو إلا رد وذلك للعدوة لم تذهب الشرعية لغزي أي محافظة أو لملاحقة الفلوز الانقلابيين وقد تركوا مثلا أو هم في أماكن معينة هم الذين جاءوا إلى كل اليمن وقتحموا كل هذا واضح نعود لموضوع اللجنة التهديئة والتنسيق هناك اجتماع مرتقب لها بحسب تصريحات المبعوث الأممي في العاصمة الأردنية عمان هو يقول أن أهمية ومصدر تفاؤلها هذه المرة بوقف اطلاق النار أنه ربما الهدن السابقة لم يكن يتم التحضير لها بشكل جيد هذه المرة سيكون هناك اجتماع في عمان سيحضر ممثل كل الأطراف ربما سيتم تدريبهم على آلية معينة ما الاتفاق عليها في اجتماع الربعية هل سيذهب ممثلون حكومة الشرعية إلى عمان في الأردن وما أهمية التئام الاجتماع هناك وحضور كل الأطراف هل يمكن فهم أن هذا الاجتماع إذا ملتأم وحضر كل الأطراف أنه ربما مقدمة إيجابية سنكون أمام هدنة حقيقية ووقف سلام ووقف الاطلاق النار الحقيقي هذه المرة أولا هناك ضرورة ملحة بالواقع وهي الوصول للمساعدة الإنسانية وهناك تلميش بحديث المبعوث الأممي لتفعيل ميناء الحديدة ونحن نعرف أن هناك كميات من السفن سواء السفن اللغاثة أو السفن التجارية يحتجزها الحوثيون في ميناء الحديدة هذه قد تكون نقطة إيجابية إذا ما تم العمل من قبل الأمم المتحدة على إزالة الاختماع في هذا الجانب أيضا تفعيل مشروع الغداء العالمي ومؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال التغذية هذا قد يكون من باب إثبات مصلاقية الأمم المتحدة وبأنها تحظى باحترام لدى بقية الأطراف طبعا الحكومة الشرعية لا تمانع في أن تذهب إلى أي اجتماع تدعى إليه من أجل السلام ومن أجل خير اليمن نحن كما قلت عن السلام هو خيارنا الأول وما اضطرلنا لحمل السلاح إلا دفاعا عن مواطنين وكان الشعب هو البادئ بالمقاومة دفاعا عن وجوده وكرامته ومقدساته بعد أن انتهك الانقلابيون كل مقدسات وحرمات سواء الحرمات الدينية أو الحرمات السقفية لم يتركوا منزلا إلا وهدموا لم يتركوا مسجدا إلا وهدموا لم يتركوا مدرسة من مدارس تحبظ القرآن أو من مدارس تعليم إلا وهدموها فعلان السلام هو غاية الحكومة الشرعية والرئاسة وشددتهم على موضوعا لا بد من هناك أن يكون هناك تعديل حقيقي على خارطة الحل المطروحة وأن تستند على المرجعية سواء الأممية أو الوطنية إمكانية الاستجابة اليوم لمطلب الحكومة هل يمكن أن يتم تعديل خارطة الحل المطروحة؟ كان هناك في البيان الختامي أو في بيان الخارجي الأمريكية إشارة واضحة جدا إلى أن هناك مرجعيات تقوم عليها خارطة الطريق وهي نفس المرجعيات التي طالبت بها الحكومة والتي كان قد سبق إقرارها حتى من قبل المجتمع الدولي كان الاتفاق والتسليم بها كإطار ومرقعيات للحل النهائي مع الإشارة بأنه الكل طرح بأن خارطة الطريق هي عبارة عن مبادئ للتفاوض والنقاش قد يفضي إلى التعديل في هذه النقطة أو تلف الخارطة لكن المرجعيات لا يوجد أي مثلا إشارة لتعديل هذه المرجعيات أو تجاوز بل الانتزام بها أمر وارد من قبل الكل والخارطة هي عبارة عن مقترحات لإرساد أو لمعاونة الأطراف في التوصل إلى حل شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام كنت معنا من الرياض نذهب إلى الأردن وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي عبد الناصر المودع أهلا بك سيد عبد الناصر أهلا بكم سيد عبد الناصر ما واقعية ومصداقية هذه المساعد الدولية الأخيرة التي تسعى ربما لدفع الأطراف اليمنية لجولة جديدة من المفاوضات مساء خير أختامي وتحية للمسنعين ومشاهدينكم الكرام الواقعية الطرح يعني يبدو غير واقعي تماما كما نعرف الظروف غير مهيئة حتى الآن لأي تسوية السلام ويبدو أنها فقط محاولات من قبل الولايات المتحدة في هذا الوقت لتحقيق اختراق دبلوماسي عجزت عن تحقيقه في الفترة الماضية وكما نعرف الحكومة الأمريكية هي في طور الخروج من الحكومة الحالية هي في طور الخروج من السلطة وبالتالي الفرصة ضئيلة جدا لتحقيق أي اختراق خاصة وأن الوضع على الأرض هو في حالة جمود من الناحية السياسية من الناحية العسكرية على المستوى اليمنى تحديدا لهذا كله لا يبدو أن هذه الجهود ستثمر عن أي اتفاق حقيقي كما سمعنا الحديث يدور حول الخطة ولد الشيخ التي هي بمثابة خارطة الطريق والمطلوب من الأطراف جميعها أن تقبل بهذه الخارطة ثم تذهب للتفاوض حول كيفية تفصيل هذه الخارطة إلى بنود محددة فأولا هناك رفض كامل تقريبا من قبل السلطة الشرعية فيما يتعلق بالبند الرئيسي في هذه الخطة والذي هو نقل صلاحية الرئيس هذه لنائب رئيس جديد متفق عليه وبالتالي الحكومة اليمنية والسلطة اليمنية رافضة لتنفيذ هذا المبدأ الذي هو الأساس وحجر الزاوية في هذه الخارطة الطرف الثاني وإن أبدأ موافقة مبدئية وكأنه موافقته المبدئية كون هذه الخطة ستزيح حادي عن السلطة ولكنه وضع شروط كثيرة كما تعرف الجميع تجعل من تطبيق هذه الخارطة أمر بعيد المنال ولهذا كلها لا زال حتى لو أعلنت الأطراف موافقتها المبدئية على الخطة ستظل الاتفاق على التفاصيل أمور يصعب طيب أستاذ عبد الناصر بالنسبة للحكومة الشرعية هي ربما ليس رفض نهائي للخارطة هم يطالبون بتعديلات في هذه الخارطة بما يتوافق كما يقولون مع المرجعيات الدولية والوطنية أيضا إمكانية أن يتم الاستجابة لهم ونحن نشهد ربما تغير في الموقف الدولي هناك اجتماع للجنة الرباعية أيضا تصريحة مغايرة هذه المرة من الخارجية الأمريكية لا أنا لا أرى أولا المبعوث الأممي وحتى من يكفراء الخارطة لا يريد أن يفتحوا الباب لتعديلات في الخطة لأن لو فتحوا الباب تحت رغبة هذا الطرف الطرف الثاني سيرفض وسيطالب بتغييرات وبالتالي ستنصف الخطة هذا من حيث الشكل الذي يريد أن يتم التفاوض الأطراف عليه ما سمعناه من تصريحات الرياض في بعض الاجتماع الرباعية التي صارت خماسية الآن بانضمام سلطنة عمال لها أن الجميع تحدث بأنه سيتم التشديد أنه لن ينتقل سلطات هذه إلا بعد أن يتم تنفيذ ما هو مطلوب من الحوثيين وصالح وهذا فقط هو فقط أعطاء الضمانات الشكلية بالنسبة لك أن تسعد عبد الناصر تصريحات الخارجية الأمريكية وكيري الأخيرة ما الذي فهمت من هذه التصريحات هناك في أحد التصريحات فهم أنه قال أن هذه الخطة هي ليست خارطة حل نهائي هي ربما تكون أرضية ويمكن التفاوض من خلالها كما ذكرته طبعا هي على أساس أنه الآن هذه عبارة عن مبادئ عامة كان المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يريد أن يضع الأطراف اليمنية يقول لهم هذه الخطوط العريضة يجب أولا أن توافقوا عليها ثم تأتوا لتتفاوضوا بالتفاصيل كيفية تطبيق هذه الخطوط العريضة وإنزالها إلى أرض الواقع من خلال تزمينات جديدة ربما تزمينات وتفاصيل أكثر لكن لا يريدوا حتى الآن ما هو مطهوم من تصريحاتهم من اللقاء الخماسية في الرياض أنهم لا يريدوا أن يغيروا أن يحدثوا أي تغيير في داخل هذه الخطوطة هي فعلا أصبحت خماسية بعد أن كانت رباعية بانضمام عمان إليهم هذا الاندماج أو الانضمام العماني كيف تقرأه أنت أهمية بشكل واضح لأنه وصريح عمان انضمت وأصبحت طرف ربما هم يقولونها وسيط لكن الحكومة الشرعية والتحالف ربما بشكل ظاهر أو غير ظاهر يشيرون إلى أن عمان الآن تصطف مع الانقلابين العمان وفقا لما هو مطروح ودعوتها لأن تصبح جزء من العملية السياسية كون عمان لديها علاقات خاصة مع إيران ولديها علاقات خاصة مع الحوتيين وصالح وبالتالي هي وضعت وكأنها الطرف الذي يمثل على الأقل أو نقول يعبر عن وجهة نظر هذه الأطراف وهو الوسيط الذي سينقل الرسائل من الرباعية إلى الطرف الآخر كون الطرف الآخر ليس له من يمثله على الأقل الدول الذي تمثله يعني نعرف وربما يكون ضامن طيب نعود إلى موضوع لجنة التهديئة والتنسيق المرتقب أن يكون لها اجتماع هناك في الأردن ولد الشيخ يقول أن الهدن السابق فشلت لأنه لم يكن يتم تحضير لها بشكل جيد ربما هذه المرة هناك اجتماعات وسيحضر خبراء ليلتقوا بممثلي الأطراف في عمان الأردن أنت قلت في بداية حديثك أن الظروف غير مهيئة وبالتالي الحديث عن أمل حقيقي بسلام هو غير واقعي هل إذا بدأت هذه الاجتماعات والتأمت اللجنة في الأردن هل يمكن التفاعل بهذه الخطوة أن تكون مقدمة لخطوات أخرى لا أعتقد لأن أصلاً أولد الشيخ عندما يتكلم بأنه تحتاج إلى تخضيرات أو أن يكون هناك خبراء وغيره هذه أمور فلمية تعتبر أمور ثانوية إذا كان هناك رغبة لدى الأطراف بأن توقف المعارك المسألة بعد ذلك تصبح سهلة عرفنا مثلاً في عام 2011 عندما اتفقت جميع الأطراف على وقف النزاع وقف المواجهات وكانوا يتواجهوا داخل شوارع صلعان تعرفها وأنت تعرفها وأنا أعرفها والجميع يعرفها تم فتح المعابر بكل سهولة تم إزالة الحواجز بكل سهولة لأنه كانت الأطراف قد توصلت إلى قبول بخارطة الطريق الذي وضعته وفقاً للمبادرة الخليجية في الوقت الحالي ما يطرح ولد الشيخ وكانه بيضع العربة قبل الحصان لا يمكن التوصل لأي وقف إطلاق نار ما لم يكن هناك خارطة الطريق قد تم الاتفاق عليها ما لم المسألة نوع من العبث وغير قادر على فهم كيف أن المبعوث الأممي وكذلك الدول الخمس تفكر بهذه المنهجية هذه منهجية خاطئة تماماً لأن المسألة ليست مسألة أن لا يوجد خبراء أو أن المسألة من ناحية الفنية غير قادرين على آلية للتوصل لوقف إطلاق نار المسألة بكل سهولة عندما تتفق الأطراف المتصارعة على خارطة الطريق بعد ذلك عملية وقف إطلاق نار عملية انسحاب المقاتليين عملية فتح الخطوط الطرقات كل هذه الأمور مسائل فنية تانوية تكون سهلة بعد أن يتم الاتفاق على خارط الطريق ولكن الآن شكراً لك دكتور أستاذ ليس هناك أي اتفاق على خارط الطريق وبالتالي كل ما يدور من كلام عن وقف إطلاق نار يبدو أنه سابق لوانه وعبارة فقط عن خلق تفاعلات في غير وقتها وغير محلها شكراً جزيلاً لك كنت معنا من عمان في الأردن ينضم إلينا من الرياض الكاتب والسياسي السعودي سليمان العقيل أهلاً بك سو سليمان أرى مساء الخير لك وليم ضيوفك ولمشاهدكم سو سليمان التحالف العربي على رأسي السعودي أين يقف من المساعد الدولية ربما التي يصفها البعض بالمندفعة أنها ترغب بعادة الأطراف اليمنية بإصرار عجيب إلى طاولة المفاوضات والظروف غير مهيئة حتى الآن نعم هذا في الواقع أولاً لازم أن نضع النقاط على الحروف البيانة التي صدر هو في الواقع صدر عن وزارة الخارجية المجيكية وليس عن اللجنة الرباعية لأنه لو كان قد صدر عن اللجنة الرباعية لصدرها من الرياض وعن اللجنة المنعقدة في الرياض ولكن الرياض تجعلت إعلامياً هذا الاجتماع ولم تتحدث عن وصول وزراء إلى الرياض ولم تتحدث حتى عن اجتماع الرباعية في الرياض وبالتالي لم تنشر أي بيان عن هذه اللجنة الرباع يعني يفهم من هذا يفهم من ذلك أن ما زال هناك خلاف ما زال اختلاف وتباين في وجهة النظر داخل الرباعية والتي الآن باتت بانضمام عمان خماسية وفيه اختلاف ويجهة النظر هذا واضح لو كان لا يوجد اختلاف لصدر بيان من الرباعية في الرياض لكن الذي صدر أخي العزيز بيان للخارجية الأمريكية عن طرف واحد وهو الطرف الذي سميتموه متعجل ومستعجل أن نقدم هدايا لإيران قبل مفادرة البيت الأبيض نحن على كل حال في السعودية وفي التعالف العربي وفي الخليج العربي نعني نتمنى وقف الحرب ولكن على رؤية سياسية واضحة تحدد معالم المستقبل وتضع خريطة حقيقية للحل قائمة على المرجعيات وعلى الأسد العالم طيب بالنسبة للتصريحات الأمريكية أستاذ سليمان بالنسبة للتصريحات الأمريكية هي صدرت ربما على أكثر من منصة ومنبر ربما البارس كان من ذات المنصة وعلى نفس المنصة كان هناك تصريحات لعادل الجبير وجون كيري كيف قرأت هذه التصريحات وأين كان هناك تقاسم ربما في هذه التصريحات كان هناك تأكيد من الجبير على أن أي حل عادل الجبير لم يتحدث عن رؤية مشتركة للأرباعية عادل الجبير تحدث عن المرجعيات وحتى جون كيري في المؤتمر الصحفي لم يتحدث عن اتفاق إنما تحدث عن توجهات وعن مناقشات وهذا لا يعد اتفاق إنما أنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون المجتمعون قد يعني أسعفوا كيري أو حفظوا ما أواش كيري باجتماعا في عمان للتهدئة يعني أنا أعتقد هذا ممكن لكن هذا لا يعني حل الأزمة ولا يعني السشوية السياسية ولا يعني إيقاف الحق كم يعني هجن عقدات وكم يعني مفاوضات أجريات أنا أعتقد إنه هذا هذا مستاعي كيري في ساعته الأخيرة لتقديم شيء ما للإيرانيين ويبدو أنه غاضب من أن يعني يترك المنصب بدون أن يحقق شيء لأصحابه وصهره وحلفائه الجدد في طهران ملالي وعنائم طهران أنا أعتقد أنه ربما يعني أعطي شيء من أجل سمعة الأوليات المستحدة وليس من أبا كيري وهو مفاوضات تهديئة بدلا من ظهران الجنوب في عمان هذا لا يهم أنا في تقديري لا المملكة العربية السعودية ولا التحالف العربي ولا يغير من أمر شيء وأعتقد أنه حتى بالنسبة للحكومة الشرعية لا يغير من أمر شيء هل ستتم تعتقد أن الحكومة الشرعية والتحالف ربما يستجيبوا لدعوة التآم اللجنة في عمان لجنة التهديئة والتنسيق التي يراد أن يكون بالتآمها مقدمة لوقف اطلاق النار قبل الإجابة على سؤالك المتفحص لبيان خارجية الأمريكية ولا أقول اللجنة الربعية أرجو أن لا تخطئوا وأن تكونوا دقيقين بيان الخارجية الأمريكية عن اجتماع الربعية المتفحص لهم يجد أنه يعلن وفاة مبادرة كاري هو في الواقع قال تقسيم السلطة يتم بين المتفاوضين وهو ألغى السلطة الذي للحودي والسلطة الذي لعدل الصالح ألغاه قال أنه يتشكيل الحكومة بالتفاوض بين المتفاوضين بالتقاضي بين المتفاوضين إذن هو سحب أخطر شيء كان في خطته وهو إعطاء الإنقلابيين ثلثية السلطة هذه نقطة النقطة الثانية أنه أجل سحب صراحيات الرئيس قال أنه لا يتم المتفاوض بالرئيس إلا بعد تشكيل الحكومة وبعد تسليم الأسلحة وهذا يمكن يستمر سنة سنتين سؤال أخير أولا هذه نقطة مهمة أنا قرأت بيان الخارجية أمريكية واضح أنه إعلان وفاة مبادرة كاري هذا نقطة ولذلك اجتماعا ما هو اجتماع للسادئة أو لمحاولة إعطاء هدنة جعل الولد الشيخ تحدث عن هدنة من 15 يوم ثم تجدد تلقائي وتصبح هدنة مستدامة سؤال أخير في دقيقة في حالة الجمود الحاصلة الآن سواء في السياسة أو في الملف العسكري التحالف العربي على ماذا يراهن في إنهاء الأزمة أنا أعتقد أن التحالف العربي ربما الرهان على الله سبحانه وتعالى وليس على قوة الكفة لكن ربما ينتظر الإدارة الجديدة الإدارة الجديدة لديها موقف متشدد من إيران وبالتالي ينتظر أن نكون محلفاء إيران هذا والإدارة الجديدة معروفة أن إدارة مصالح وإدارة شركات وإدارة استثمارات يعني تؤمن بالمصالح الاختصادية والخليج يعني عنده تطلع أنه يعني يتفاعل مع مبادرات كيري سواء في الاستثمار في أمريكا أو في صفقات أسلحة أو من أجل ضمان على الأقل رؤية مشتركة نحو إيران وقفع الصلاة بالماضي يعني السيء جدا للسياسة الأمريكية في عادي أوباما وأنا لذلك أنظر للسماعات عمان أنها مجرد قصيع وقصلا غير شكرا جزيلا لك سليم العقيل كاتب والمحلل السياسي كنت معنا من الرياض وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث انتهت الحلقة تحية طاقة من البرنامج ومعد هذه الحلقة محمد القاسم في أمان اشتركوا في القناة